الإخوة الأفاضل الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقيكم في منبر التوحيد والسنة ونشكر الإخوة الذين يساهمون في نصرة الحق وفي الاستماع إلى الحق وهذا المنبر من باب قوله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالمنبر يتكلم بالقرآن والسنة ويتكلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للوصول إلى مفاهيم معينة المفهوم الأول الذي نريد أن نوصل إليه الناس ولا نريد من منطلق هوى الأنفس ولا من اختيارات العقول وإنما من منطلق الكتاب والسنة يقول الله تبارك وتعالى في أواخر صورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فنريد للناس من هذا المنبر أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى بما شرعه في القرآن وبما شرعه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الألفه لا يمكن الوصول إليه إلا إذا تمسكنا بالقرآن وبحبل الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والمفسرين يقولون حبل الله هو دينه والدين يقوم بالقرآن وبالسنة بالأحاديث الصحيحة السابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك يقوم بفهم أصحاب رسول الله لأن الله تبارك وتعالى امتدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال رضي الله عنهم والرضى رضى الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على تصحيح مذهبهم وعلى تصحيح قصدهم ونياتهم وإخلاصهم في العبادة الله تبارك وتعالى فما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة ولم يأتي به الصحابة في فهم القرآن والسنة فهو ليس بدين لأن الإمام كما مأسور عن السلف قال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وبدأت بهذه المقدمة لأبين لك بعض الأفكار والنقاط التي تروج باسم الإسلام وباسم الدين وباسم السغافة وباسم الرغي كويس؟ على إن دارة تنهض بالإنسان ودائرة تقدمه كويس؟ تمش بداية الشارع تلقى الكيزان بالله مشيت شرت لقلم ده وجيت ما قدرت أكتب أي كلمة ولا كلمة مفيدة عشان أكتبه ما فعله يا خيمين الكولين الكولين حق الكيزان يا ناس الناس الجساكتين عربي الكولين حقون بنصب المجرور بنصبه طالله لطغيان يهزم دعوتي أبدا والله يبقينا نحكها مع الناس لقاليا قدرده كويس؟ وجايك للبلاغ التانية وفي التاريخ وسال لي باقى الدوم كمان الكوز وسال لي باقى الدوم وفي التاريخ بر يميني التاريخ ديقى الرأك الأمن كويس؟ وكى نورىك أنونانا في ناس بيسم الدين وفي ناس بيسم الثغافة زي جماعة القايا ديل كويس؟ ديل بيسم السقافة وشعر تقعد فى الركون ما واحد يسجد الطانية تقعد فى الركون واحد يشاغل واحدة كويس؟ تقعد فى الشوية اتنيين يكونوا تك تك وارقوا مرقوا بالباب ما شوين مام اروف ما معروف ما شوين نأتكلّم دائرين نرفع من فهم الطلاب في الدين دائرين نفهم الطلاب في الدين إذا كان أكاديمياً الكوز البليد قال للناس ما تخشوا المكتب قال لأنه لو خشيت المكتب وقرأت بتطلع أكبر باش حمر طيب أميش وين أميش موسكو ولا يوغندا ولا نيجيريا ولا المسميات اللي بيسموها دي ولا جاقعد في ركنك يا كوز ما قاد رفهم منه أيش أيشي ما قاد رفهم منه كويس إذا أناسي قاعدين قاعدين هنا جوا الركن قاعدين وبيسمعوا في كلامي ذا وبيهناك بيصفقوا ولوليقوا ديل بيصفقوا ولوليقوا الشيوعين بيصفقوا لأنه كوز يجيب لك المثين سمحات في ركن وانا قاعد بيصفقوا له بيصفقوا لشيوعين كويس لأنه الناس ديل متمعين على الباطل ونحن نتكلم عن حزب الشيطان قال الله تبارك وتعالى أولئك حزب الشيطان ديل حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ذكر الله إذا ما كان بالآيات وإذا ما كان بالحاديث وإذا ما كان بكلام السلف كويس؟ هل يكون بإنك تجد كيف قدام الناس ودار تخاطب على مستوى هذه الجامعة ورجع بيكون شوية على مستوى هذه الروضة وأنامش قدام شوية على مستوى هذا المطعم دا لعب شينو دا يا ناس؟ دا لعب شينو؟ الطلبة بيستمعوا له وبقيفوا بعينوا فيه وده غيروا من المخالفات الصبق فالشيطان ذاته الشيطان ذاته عندنا ناس صبقوا عديل الدوسي التصفر في مفاهيم ذاته الشيطان ذاته الكلام اللي بيقولوا وهو أكفر أكفر مخلوق كفر بي ربنا وعاند ربنا وأبا يسجد لآدم كويس في ناس الدوسي التصفر وللأسف قاعدين جوا الجامعة دي للأسف الشديد قاعدين جوا الجامعة لأنه أنت لما تجي الجامعة أول ما تجي داخل برلوم بتتخيل أنه أنا والله دخلت محل خلاص ده الطب بتاع العقول الناس الجوا دين ناس عاقلين ما بيهناي المجرور برفعوه ما زي الكيزان بتقول الناس زي العاقلين كويس وناس قارين واحد جايب تسعين واحد أهل وتعبانين دافع له سبعين مليون عشان يقرأ جوا الجامعة كويس دغير المصاريف وكروتري قريب البحكين بتقول الناس زي الفاهمين وناس قارين يتعلموا لكن تجي تلقى ناس وده اللي احنا اللي بنحذر منه ونطلبة احنا ما جينا هنا كويس في الجامعة إلا لأنه أهل الباطل جي ظهروا الجامعة دي لو كانت الناس بيجوا بخشوا المحاضرات والدكتوري ديونا المحاضرة ويطلعوا من المحاضرة الواحد فتر بمشى المكتبة كويس بعد المكتبة بمشى البيت ينوم يجي بكرة تاني لقرايتو بيقت ما كذا بيقت تجي داخل من برة كويس تشوف الركن الشغالياته غالب الطلبة بعملوا كده تشوف الركن الشغالياته تقعد فيه تسمع كلام في من الناس ديل في الأركان قاعدين بينشروا الكفر وبينشروا الضلال بربنا تبارك وتعالى كفر عديل وضلال عشان كده نجي نحن نحارب الناس ديل ونبين للناس ضلال ونبين للناس باطل ونبين للناس سزاجة ونبين للناس جهلون حتى في كلامنا البمرقمين خاشمون دا الواحد جاهل داري السلق يعمل فيها أبو العتاهية يقول شعر يقول ما عارف شنو واللغة العربية بهدلة والله أنا سركن الكيزان دا ما مركت منه بحاجة إلا بس المجرور دا المجرور الرفعو دا ما مركت بايش بس مجرور رفعو وفي التاريخ بر يميني والكيزان طبعا كويس قاعدين في الجامعة واسي بتكلم السلفين ودين نمط الجامعة والسلفين دا البصوغ منه والسائق منه اللي قدام كويس ياخن إحنا سائقان الكتاب والسنة سائقنا كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام البتاباو انت يا كوز وكلام الله البقول عنه سيدك سيد غطب دا موسيغة زي بتاعة الربع ديك يقول لك موسيغة عسكرية وموسيغة ما عارف شنو وموسيغة وبعد ذاك يجي تكلم في القرآن زاته شيخون الترابي لانا الشعبين بيهناك برضو بصفقوا ليون رط رط معاون كويس ديل قاعدين معاون جوا شيخون زاته اللي بيقول هاي تدين ما معانا ومعارف أنا علمين الرسول وانا 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 نحنا جينا عشان النوعيات دي ولما نشغلت غالبون ووجوت ليون جابوا الصوفية في الركن غلبون ما قدروا يعملوا حاجة كويس جود أخلين هونزاتون ما قدروا يعملوا حاجة جو ساندوا ساندوا الشعبيين وساندوا الشعبيين والله أنا أتكلم عن حقايق أنا متابعة جوا الجامعة دي قرأتي ذاتها زي ما بقولوا ما بالحلعة لا بقيت لأنه في ناس مجرمين هنا والله ديل لو ما انكرنا عليهم ولا نقرأ جامعة ذاته نقرأ جامعة عشان نسوش هنا عشان نبقى مهندسين وتبني العمارة تقع بعد يومين لأنه كيزان البنضموا هنا ديل بخشوا المكتب بشرطوا المراجع شرطوا هنا ديل عشان نخش بيلا الامتحان كويس الكوز يقول له לה أنا والله السنور قديم في الجامعة والله يا جامعة الكلام ده ما تعتبرونه مسأل ولا تعتبروني مثلا عندي مشكلة دارا ور研 lähvere كل الناس ديل بيسوه فيشنو الناس ديل بيسوه فيشنو ما من باب انه والله أعلم منك وفهم لا من باب انه أنا الناس ديل متابعون كل النام اللقطة الجامعة دي متابعون وشايف النشاط هنجو الجامعة بيسوه فيشنو بتكلم بقولوا فيشنو أسل ديل دي الرئيس الشيوعي شايفون تلقى معاو الناس كتار السلعات ورياز ينزول بيجي ماف ديل البيجاي ديل شيوعي عديل ممكن أن أديه له بيسم زاته رغم تلفونه شيوعي رئيس الناس البيجاي ديل لكن عشان ما غلبوا إنه يجي كويس لقى هنا في الجامعة في ناس بنجموا وبميزوا وزي ما بقولوا بقعدوا في مواعينوا لقى إنه عشان يجي يقول والله الديمقراطية ولا بد أن إحنا نتكلم عن فكر لينين في الاشتراكية وفي الاقتصاد وفي الرقيب المجتمع ونتكلم عن المجتمع نحن دارينه يبقى مجتمع معارف بهيمي زي ما بقولوا هون وما بتاكل عيش معاو لما الناس بيشيعث كويس تقعد يجيبه معاك بتجنبك دي ذاته من تلك الشيطان لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال قال أخوف قال قال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء النساوين البجيوين الشيعين تقعد جنبك كويس وتكسر لك تلي وتقول لك والله طبعا منتدى شعري وبخش رجوه كويس هو يقول بيت وهي تقول بيت وهو مع آخر بيت بيطبقه من يده وبيمرقه مع آخر بيت بيقوله بيطبقه من يده وبيمرقه عشان كده لما انتجي الجامعة والجامعات دي بالذات خليني من برا الجامعات بالذات كويس لما انتجي تتكلم برا في الشارع وفي مجتمعنا برا تتكلم عن أولاد الحرام الكل ما يوم بنمرقنا القواحد في الخر والكل ما يوم بيقولك عددهم زاد في السنة بجينا نستقبل سبعمية ده غير اللي بيأكله الكريب الكلب وغير اللي بيعفصه بص الوالي وغير المعارف بنزله قبل ما يتم خلقه وغيره من القاعدين في المجتمع زي دي كويس ده 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 البمرقنا المجتمع النوعية الزي دي شفتها بتمرقنا المجتمع برا للناس لأنه بيتلمهم بيشعر وبيتلمهم بيغنيا وبيصفقة وبمرقوا المجتمع بيسووا الكلام الزي ده كويس وافكارهم ديك بيقولها لك بيتحتحت ناس الله ما في ولا إله والحياة مادة دي بقولوا لا بيتحتحت لأنهم بيقولوا ما 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 عن المنهج لهن معتقدين نجوة قليبهم لمش لهم في ركونن ما يدخلوك كويس الكيزان تمش في ركونن أول ما تقيف الفرصة مفتوحة يشوفوك يقولوا والله يدارين حزاب سياسية بس لكن يا كيزان ويستمعين كلامي ده من الكيزان شدوا حيلكم شدوا حيلكم مش بيستوي ركونن أنا بجيك وبتفتح فرصة وبخش اليك وبنجمك أكان كلامي ما عجبك جوه في ركوننك بجيك جوه في ركوننك بجيك زي ما عملوا عملوا أولاد الليتام ديلك كويس أولاد حزب الليتام بتاعنا الترابي الفاشل الهالك كويس زي ما عملوا في حربهم للسلفية هنا في الجامعة دي ما داري ركون والسلفين دي هنا ما يشتغلوا ودال شغالتهم شنو وكلام عدينا توحيد توحيد وكان وقفت معاهم ما بسهوا لك حاجة وكان فوت منهم ما بسهوا لك حاجة تدرينا نعمل لك شنو يعني بعد ما نقول لك الله قال للرسول قال نجضي مك نسوي لك شنو كويس ده ما اللي عندنا وده اللي بنقدمه لك ما عندنا غيره لكن هم بيروجوا الكلام ده ليه عشان انت ما تجي تسمع وما تستفيد كويس وقل لك لا لا نحن عندنا تفكير ونؤسي الكوز قال مرجعيتنا معهم في القرآن هم ما عندهم أفكار وما عندهم مفاهيم طيب لما أنا قاعد أفتح لك فرصة إنتا بتجيبها الصوفي قال بيقول لك أنا والله الخواجات بقلبوني بيت وده اللي جاي إنه ونسبع شوية الصوفي هده قل لك والله الخواجات ده العادة لو ما شات بقلبوك بيت وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الكلام القبيل الكتير ده كويس كله ده ممارسات عندهم وفقينا والله والله قاعدين في الجامعة كويس بنسمع فيه ناس بيقولوا كلام وهما بحيروك بحيرك الزولة اللي بيسمع لهم وزولة اللي بيصفي بحيرك واشيل بحيرك إنه فيه ناس هنا قايمين بالحق كويس وبقولوا إن إحنا أهل الحق وهون بعيدين عن الحق مكتبة العلمية لأن الحق البنعرفه الجباوة القرآن وجاتباوة السنة هو خلاف كويس لما عليه الأحزاب الليلة كل الأحزاب ونحن طبعا ما تابع حزب ولا تابع جماعة إنما نحن متابعين للكتاب والسنة ومن برنا ذا كويس فالعمل ويس دول معرض أنشروا كتب من الكتب القاعدين ينشرها للناس كتاب تبريئة الزمة في نصح الأمة كتاب الفيوضات الربانية في الأوراد والمآثرة القادرية كتاب شراب الوصل الكتب دي قاعدة جوا الجامعة فيها شنو؟ بتاع القادرية بيتكلم عن نفسه والله إذا قاعد جوا الجامعة وإذا نحن إما تكلمنا فيه نتكلم عن مين يعني ما زي بقيت لحزاب الشغالي ناس السعبين وغيرهم ولك والله سندويت شغلة وكذاني عملوا لك فاح هركات والله إحنا طبعا الإدارة دي والعميد إذا ما جاوبنا على كلامنا بنحرق ليه والمكتب وهم تكتك بهناك بنحرق ليه المكتب ومعارف الناس ديال فكل كلام ساي زي ما بقوله كلام الطير في الباقير كويس كلامنا نحن نصيح دين الناس لأنه بتصلح بينه حياتهم يعني الكوس ذاته لو عرف إنه أكل حق الناس حرام تاني ما بيبلع الطلبة ما بيبلعون كويس الشعب ذاته لو عرف إنه السنة لا بد يتبعوها ما بسب النبي عليه الصلاة والسلام شعبين هنا في الجامعة سبوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كلام النبي ده سفه ما ممكن عقول صحيح اقبل الكلام ده والله قالوا ده سفه هو العقل وكلام الحديث حق النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح وما بيضربوا إلا البخاري مسلم أصح الكتب بعد كتاب ربنا بيضربوا إنهم بس ما سكين فين البخاري قال وكلامه ده ما كلام الرسول ولو كان كلام الرسول أنا ما بقبله لأنه ده سفه ده ده واقع قاعدين في الجامعة الواقع ده يصليحوا كيف يصليحوا كيف يا طلاب إذا ما نحن نغشنا الناس ديال وبينا ليون كويس وبينا باطل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بينا الصراط المستقيم وبينا السبل التي على كل رأس سبيل منها شيطان يدعو إليه بينا النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث ابن مسعود قال خط لنا النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وخط على يمين الخط وعلى يساره خطوطا معوجة وقال هذا صراط الله وهذه السبل وعلى كل رأس سبيل شيطان يدعو إليه قال قال السبل لي فيه شواطين بيدعو ليه والشواطين ديال ما إلا تكون خطي في خيالك البيجوفي يزبيستون عنده قرون وصنون طوال دم الشيطان ذاته كويس دم الشيطان الشيطان قد يكون من الإنس من الإنس عديل لأنه ربنا قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم زخرف القول غرورة الشيطان مشكلته شنو مش قال للربنا أنا ما بسجد خلقتني من نار وخلقته من طين أنا ما بسجد لأدم ليه تكبر منه ما دارس جد له ليه أنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين كويس وما بسجد له في ناس الليلة الليلة بيقولوا كلام الشيطان ممكن يعمل منه كده يخجل منه زي ما عند القادرية ديل شيخ القادرية قال بتكلم عن نفسه قال في قصيدة صفحة 63 ضي في الطبعة القديمة وصفحة 43 في الطبعة الجديدة كويس كمان بيقولوا بجبلاء طبعات طبعة قديمة وطبعة جديدة طبعة جديدة 2015-2016 كويس قال وأعلم علم الله وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم عدد الرمل كم هي رملة وأعلم وأعلم موج البحر كم هي موجتي نحن نتكلم مع الناس بأ الله قال والرسول قال وبنتلو علونا القرآن وبنغارنوا بكلام الهن جابوا كويس لأنه كلام مخالف للقرآن الوافق القرآن نحن ما بننكره لأن الصفياسي لو تكلمنا فيهن كويس يقول لك والله نحن بنأكل الكسرة ونحن بنعلم الناس القرآن نحن ما عندنا مشكلة فيهن الناس يأكلوا كسرة يأكلوا فتة يأكلوا هوددق دي ما عندنا فهن مشكلة كويس يأكلوا أي شي يأكلوا كويس ما عندنا مشكلة إنك تعلم الناس القرآن لكن مشكلتنا تعلم الناس القرآن ويحفظوه وبعد ما يتخرج من الخلوة يكون أكبر مجرم وأكبر كافر لف في الوطن وبكون حافظوا القرآن في راسه والله حافظوا في راسه تجي تزالوا تقول له تعال يا زول شيخك قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم علم الله ويحصي حروفه علم الله كله بعلمه كويس رأيك في الكلام ده شنو إنت حافظ أهي والله أنا تخرجت يا من الزريبة بيتين والله يا سنة الفاتت دي أها حافظ أهي وبعد ما حفظت عملت أجنو صنطة تاني وبعد ما صنطة تاني صنطة يعني حافظه صم نرميليك ترميليه من أي محل يديك من أي محل ترميليه في القرآن أقرأ من غوله تعالى كده يتم لك للنهاية الصفحة البعدة الآية الفوق فيها أجنو يقول لك فها كده والله يقعدين معانا في المجتمع كويس تقول ليه شيخك قال أنا بعلم علم الله يقول لك يا أخ ماله ما كلامه دا إنت ما بتفهمه يا أخي أنت فهمت كلام الله كويس وفهمت كلام النبي عليه أنا فهمت كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ليه لأن ربنا نزل قرآن تفهمه الفطر ويفهمه الناس لأنه أعلم بالخلق كويس ربنا تبارك وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربنا عالم بعباده عشان كده نزل لهم القرآن بيفهمه الصوفية ببساطة يقول لك والله شيخي قال أنا بعلم علم الله كلامه دا ما بتفهمه طيب فهمه شلو فهمه يقول لك والله دي شطحة الشطحة دي كيف يقول لك والله الزول دا بس غاب فجأة غاب فجأة عشان أنا أوريك جزء من كلام النزل بيلبسه بالحق يقول لك غافة يا من الوعي وقام قال لك الكلام دا أها يا زول كلامك دا الصح كلامه دا صح ليه يقول لك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري وحديث مسلم من رواية ابو هريرة قال إنه في رجل كويس وطب ما بكون حافظة الرواية إنه في رجل معارف طشت منه الدابة في الخلة وبعد ما الدابة جاته راجعة أخذ له نومة بحققه أكادي لأنه نتعلمه في دين العلمولون شيوخ دين حكاوي كلمنا الحاجة حسن واتبلول وكلمنا معارفة الحاجة فلانة قاله شيخي قال الحديث ذاته بيحكي ليك لكن ما مشكلة كذا نشوفها مشنو كويس يقول ليك والله النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع الرجل فلتت منه دابة بعد ما قام من النوم لقى الدابة فيها متاع ولقى واقف عنده جات راجعة برها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقول ليك خلاص كلام ده معي ما فيه مشكلة داك قال كدي داك شطح نحن ذاتنا نشطح طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما نتكلم عن النوعية لو بيفهم كنا شطح كذا لما نتكلم عن النوعية الشطحة دي لو كان دا شطح لو يتكلم عن دا النبي عليه الصلاة والسلام قال أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح زول فرح برجع الدابة وأخطأ خطأ في لسانه ما بيعتقدوا دار يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك والنبي عليه الصلاة والسلام خطأه تجد قل له يا زول نحن دارين نخطأ شيخك دا ونقول له كلامك دا باطل كويس لأن النبي عليه الصلاة والسلام بفهمك أنت خطأ الزول الشطح زي شطحة دي يقول لك لا 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 ما تنكروا على الأولية يقول لك كمناكرا زاد في نكرانه عفص الشيخ طلع مصرانه شيخهم بيقبط صلوالي كويس يا أخي نحن دارين نخطأك في كلامك دا لأن القرآن بخالف كلام الصوفية كونه شيخ يعلم الغيب دي في القرآن ما في ما في ما بيعلم الغيب لو جيت مسكت القرآن اتكلمت عن الأمبياء ما بيعلم الغيب اتكلمت عن الشيطان ما بيعلم الغيب اتكلمت عن الملائكة ما بيعلم الغيب اتكلمت عن الصحابة ما بيعلم الغيب كلهم ما بيعلم الغيب كويس ليه؟ لأن الغيب ده حق الله ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون ده ما في زول بعلمه مع الله واستدل في نهاية الآية على إن ما في زول بعلم الغيب وهذه الآية تدل على حص الغيب وتخصيص علم الغيب على الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض بداء من نفيه أل في السماء وفي الوطى ما بعلموا نفع عنهم الغيب إلا الله واستسنى الله تبارك وتعالى نفسه لأنه هو الذي يعلم الغيب واستذل عليهم في آخر الآية أنه قال وما يشعرون أيانا يبعثون البعلم علم الساعة منه فيزول بعرف الغيامة بتقوم بتين إلا أبو ظفير داك كويس نجر له نجرة في جامعة الخرطوم قالوا الله طبعا الغيامة دي عندنا سر الرغم معارف 13 ألا كما يا شاب الرغم 13 كويس؟ قال إن شاء الله الغيامة بتقوم بعد 13 سنة هو أعرف رقبته ما بحضرة قال أنه فكه وبعد ذاك أموت كويس؟ أعرف نفسه بعد 13 سنة بتخارج لكن قال كده أنه فكه ليه كطبه وسه عمل با جوتا لكن عمل با جوتا وين؟ ضفيرته ضيق لو عالي برة بآية حديث بس برة ضفيرته طلعت كويس؟ وللأسف النوعية دي عندنا دكتور دال كبيرة دكتور ما عارف مين أبو ظفيرة وبقريد جوا الجامعة وما علي كيفك تسمع ليه زي ما شفتها ولا كراءة كفيرة قفتك تسمع ليه زي ما عندنا هنا جوا الجامعة دي ناس يعلموك كتب ويعلموك ضلال ويعلموك شرك ما أنزل الله بي من سلطان عندنا مادة هنا جوا الجامعة كويس؟ يقول لك المرجع بتاعه كتاب الطبقات وكتاب الطبقات كذن ننتهي لك من القادرية ديول ويما الشريك على الطبقات كتاب القادرية وكتاب الطبقات الضلال الفين زي ما بقولوا دارون دارون يعلموك ليه ويتطالب جامعه لا بدد عرفه ودي دراسات سدانية كويس؟ تعرف أي حاجة يوا الكتاب ده فالنوعيات القادة جوا الجامعة وأولون الصوفية وبنبدأ بيقول ليه؟ لأن ديل ضربوا أعلى أعلى غمة في الإسلام وهي منزلة التوحيد ومنزلة الإخلاص وأنهي على الشرك ديل ضربوا نسف التوحيد ده كله من أساسه من أساسه نسفه بي فهمون؟ قالوا لا علموا أدباعون أن الزل الشيخ ممكن يخلي كويس؟ والشيخ ممكن يكون هو الله والشيخ ممكن يكون بعلم الغيب والشيخ ممكن يكون معارف في يحيي الموتى والشيخ ممكن يكون خطي كراعه في الله والشيخ يا أخي بس أخذ طوالي لصك أي حاجة أي حاجة مخالفة للتوحيد الصوفية جوابها أي حاجة مخالفة للتوحيد الصوفية جايبينها ونشرينها وتخش مكتبة الجامعات تلقى الكتب قاعدة تمشى السوق تلقى مفروشة كويس تخش المكتبات العامة الكبيرة الدارة السودانية والمعارض معرض الخرطوم تلقى قاعدة كويس وفيها من الضلال زي بتاع القادرية ده وانا قلت لك في الغران الانبيا ما بيعلم الغيب ربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوق النبي عليه الصلاة والسلام في الآية دي اتكلم عن الغيب وجاب الغيب مطلغ الغيب قال ما بعلم الغيب والسنة واضحة كويس في محاربة الاصل ده واضحة انه ما في زول بعلم الغيب مع الله كويس يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام ودي كلنا قصة عارفنا لقتنا في سنة ثالثة كويس القصة بتاعت حديث ليفك النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت السيدة عائشة مكس شهرا لا يوحى إليه شهر كامل كويس؟ ما قادر يفتف الكلام ده ولا بفتوى ولا يتكلم كلمة كويس؟ بل قال السيدة عائشة قال لها إن كنت ألممت بزنب فاستغفر الله قال لي أنت كان جيت بزنب أستغفر الله لو كان بعلم الغيب ما كان قال اللي تكلموا في الحادثة دي فلان 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 من المنافغين لكن بعد جاء قرآن من ربنا سبحانه وتعالى برأبيه ربنا السيدة عائشة بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام أغام حد علي ناس من الناس الخاضوا في حديث سليفك كويس؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما بعلم الغيب اعلموا الغيب شو يخصوا فيها دي كيف دي يعني؟ يعني هون أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام كويس؟ كذلك الملائكة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول عن الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كويس؟ ربنا قال قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كويس؟ ونحن نسبح لك ونقدسك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبيؤوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وكلمة سبحانك تنزيه لله تبارك وتعالى عن أن يشاركه أحد في صفاته أو أن يشاركه أحد في أفعاله علم الغيب ده من صفات ربنا سبحانه وتعالى الملائكة قالوا سبحانك نحن ما بنعلم معك حاجة كويس؟ بنتهينا منا الملائكة ما بعلموا الغيب الألمبيا ما بعلموا الغيب النبي عليه الصلاة والسلام ما بعلم الغيب كويس؟ الشواطين ذاتهم أشان نوريك أن الناس ديال هنا معنا ناس في الجامعة أدوا الشيطان 6 صفر الشيطان ذاته في قصة سليمان عليه السلام قال فما دلهم ربنا قال فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته سليمان عليه السلام الشواطين كان مالك وبيعملوا اليوم كويس؟ فربنا سبحانه وتعالى أماتوا كويس؟ وهو ميت مدكل على العصايا بتاعته والمنسأ أبتعته لما الأرض أكلت المنسأ وسليمان عليه السلام خر في الواطة وقع في الواطة كويس؟ الجن قال ربنا قال فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما تبينت الجن أن لو كانوا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين ما كانوا دعزبوا ولا كانوا اشتغلوا لكن ما بيعلموا الغيب الصفيذين حنناقشهم تاني بياتوا منطق بياتوا منطق كويس؟ إذا كان الشيطان ما بيعلموا الغيب والرسل ما بيعلموا الغيب كويس؟ والملائكة ما بيعلموا الغيب كويس؟ المخلوق منطين ما بيعلموا الغيب والمخلوق مننار ما بيعلموا الغيب والمخلوق كويس؟ من نور ما بيعلموا الغيب الصفي علموا الغيب؟ البرع يقول لك قومك نزاور للاوليا الأغطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليهم بالغيب باطن وظاهر بيعلم الغيب ده باطن وظاهر كويس؟ بيقول ليك والله شيخنا اسم عبدالباقي المكاشفي تقول لهم سميتوا ليه بها اسم عبدالباقي المكاشفي يقول لك والله شيخنا ده اسمه المكاشفي واسمه الكشيف لأنه بيعلم الفي الضمير الفي الضمير يقول لك أنا والله يقال بسجول ده كنا عارف ده نعمل شنو بعد شوية بمشي المكتبة بعد شوية تاني معارف يضرب ليس واندفيتش في المهندس وبعد شوية بمشي البيت يقول لك بيعلم الفي الضمير وربنا قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله اللي بيعلم خائنة الأعين والبتخفي والصدور الصوفية قالوا نحن زائطوا في القلب بنعرف بنعرفه كويس ويقولوا ليك من كلامهم يقولوا ليك بعد علم الغيب يدعوه يجي يقولوا ليك نحن بنخلق بنخلق عديل مع الله والصوفية هنا 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 نغشنون قلنا لون يا ناس شيخون ده حق والله باطل انه يقول يقول اتت الفلادي القلب العود مفهوم قالوا اي بيخلق ماله لننشكله نو انه يخلي كويس يا ناس الدليل شنو لا لدي من كرامة الشيخ الكرامات دي دي كرامة اي ياخل الكرامة دي ما بتخالف الدين يا صوفية الكرامة ما بتخالف الدين نهاي كويس لانه الكرامة ربنا بيكرمك بها انت Ensuite الصالح وما بيكرمك بها حاجة مخالفة للقرآن والسنة بيكرمك بها حاجة مخالفة للاعادة يعني ممكن من هنا تطير تمرك بره الجامعة ودي كرامة وابننكر عليك إذا كان انت أصلا نظر صالح وعملك نظرنا ليه وليقيناه موافق للكتاب والسنة وممكن منه ينطير تميش بهناك كويس دي ما مخالفة للدين لكن أشي المخالف للدين عند الصوفية وبقولوا لك دا من كرامات عديل يعني أسه كلام القادر دا يقولوا لك دي من كراماته وكلامه دا مخالف للدين كله كله مخالف للدين كله كويس يقول لك أنا كنت مع نوح أشاهدوا في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي أنا كنت مع راعي الزبيح في داؤه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي قال أنا كنت مع إسماعيل عليه السلام والكبشان الربنا سبحانه وتعالى فدوا بيه كويس الصوفي قال طبعا كبشان جاب له زيادة من عنده بعد ما ادعاه قال دا زيادة هو هذا كويس قال وما نزل الكبشان الكبشان إلا بفتوتي وده دلالة على إنه كلامه ده اللازم بتاعه إنه ربنا سبحانه وتعالى بيستفتش يخص صوفيه يقول له أنا نزل الكبشان نزلين آي هفديو والله دا ما عنده معنى غير كدي لو في معنى غير كدي يا صوفيه نحن بنفتح لكم فرصة أسي تعالوا داخل تعالوا ناخشونا يقول لنا كلامكم ده باطل كويس يقول لك أنا مع راعي الزبيح في داؤه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي أنا كنت مع إبراهيم ملغاً بناره وما برد النيران إلا بدعوتي أنا كنت مع عقوبة في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي بس اقتلوه في عينه بعد ذاك ارتد بصيرة شوف زول بيعتقد عغيدة دي العغيدة دي بس ما يكون شاف الغران أصو يا إما ما يكون شاف الغران يا إما ما يكون صوفي يا صوفي يا إما ما شاف الغران نهاي ولا سمع بيه ولا يوم من الأيام جمعش بيشارع سمع لهم مسجد بيصلوا كان مسجد صوفيه ذاته صوفيه ذاته نجد ما شابه مسجده تلقاه جوه الصلة جوه الصلة بصلي كويس يقول لك وقل لاينار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم تخش جوه الجامع تقف قداموا أيواي أنتو مش صليتوا بالآية دي اهي طيب أنا خلاص هديرا تكلم في الآية دي ذاتها ربنا قال عن إبراهيم عليه السلام إنه النار الغوم رموفية قال ربنا قال وقل لاينار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم قل لك هاي فيزول بخالف الغران ما فيزول بخالف الغران طيب يا ناس شيخ ده خالف الغران بس يا مش بس عمله في السوق الشعبي ده. المنزج ده البرتغال اللي بيه جاي ده. امش لون جوه. كويس. قل له انا ايش يكون خالف الغران. وين يازول? كتابه هناك قاعد. الفيوضات الربانية في الاوراد والمآسر القادرية. قل لك ايوه ات وهابي. وهابي بتعشينه? ات ما قريت اصي في الصلاة. تقول لي انا وهابي كيف يعني? يا اما قريتك الفصلاة دي دعودة. كويس? ونحن الآية دي عشان خاطرك يا صوفي نمسحها لك. عشان شيخك يكذب. واشطح ان احنا نمسح لك الآية دي. كويس? ومحلها نجيب كلام شيخك ده نخده لك جوه الغران. نقول لك شيخك ده قالوا وما برد النيرانو الا الا بدعوته. نخدها جوه الغران ونصلي بها. والله ما في حال غير كده. لو في حال غير كده. قدونا ليو. قدونا ليو. يا كيزان بتاعنا الحوار. تعالوا. قدونا حل. بيجيبوا الصوفية جوه الركن. ودارين نناقش. تناقشونا في جنس دا. دارين تناقشونا فيو. والله دا لو ابو لهاب جزيارة جامعة السودان الجنوبي ما يناقش فيو. ابو لهاب عديل ما بنناقش في كلام زي دا. ولا ابو جاهل بنناقش في كلام زي دا. كويس? لكن الكيزان عشان مجرمين شفتها. ما عندهم ما عندهم اي شغلة. في انه تعبد الله. ما تعبد الله. كويس? تعبد الشيخ. ما تعبد الشيخ. يسيبوا الرسول. ما يسيبوا الرسول. لانه كيزان زاتهم بيخلفوا كلام الله. كيزان زاتهم بيخلفوا كلام الله. الغربي. ما شينا يجينا شغالين الاسبوع الثغافي. لقينا العبيد داك. زولهم الاسم المنزر داك. كويس? زي حبوها بكبير. الجامعة دا بيخليها زاته. لما انكر هناو. مما تخش برلوم. طوالي كويس؟ قال قال نحنا كزان بنخاف من الموت ما بنخاف من الموت تعرف السبب ليه؟ ما لأنهم شجاعين وما بخافوا من الموت وأماه لا تحزني فالموعد الله لا لا قال ما قدي قال والله طبعا ما بنخاف من الموت لأنه ملك الموت دا ذات وكوز جنة تبتين جنة تبتين كزان كويس؟ وهنا في الجامعة هنا عشان تعرف إنه الشغل في ناس هنا بقولوا كفر والله الذي لا إله غيره بقولوا كفر عديل هنا في المسلس دا كويس؟ المنزر قال للجماعة قالوا أنه والله والله بحلف عليها كويس؟ قال أنا والله وط الله وبالله كراء اليمين دي خطيها في الفردوس الأعلى يعطي فردوس دا يا زول والله بيجاي شفتها هنا جنة الاطفال ما تخطفها كراءك قال خطيها فوق كويس؟ الدليل شنو يا كوس؟ كون تخط كراءك فوق في الفردوس الدليل شنو واللهي بس انا خاتية. طيب انا نزلت اهرائك شنو? الكيزانة الجيتو اسي تعالوا داخلو. تعالوا داخلو اغنعونا كلام المنزر ده صح. تعالوا داخلو. ولا اغنعونا انو النعمان السجمان بيدعكون داك. في شارع المين انو سيب الدين. داخلونا في الكلام ده. كويس? اتا قايلنا حم ننظم في منو. لما نجي ندق ورقة ونعلق اعلانات ونجي نشوت هنا. ودارنا تكلم مع الناس. ما دارنا على الجنزة? يا اخي يا اخي امسك الاتحاد. امسك الجامعة. شيلك ارفس اخطها في جيبك امش بالبيت. لكن ما تكفر بالله. والله ده خايفين عليك اتا ذاتك. اتا ذاتك يا كوس خايفين عليك. كويس? دارنا صحي عقيدتك اتا ذاتك. وشوف يقول لك نحن دارين حوار وعي. ودارين على مستوى هذه الجامعة. وعلى مستوى هذه الدولة. كلها مستويات. كويس? نحن على مستوى هذا المنبر. دارناك تعبو ظلا يا كوس. في مشكلة في الكلام دا. كلامنا ده فوعى Smells pattern? كويس؟ دارينك تعبو ظلا. ودارينك ما 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 стابع نوعيات بتاعت النوعان اللي Billy Billy Billy. ودارينك ما تتابع وه سيد غطب. لانه سيد غطب yeah Sam passoami Living Nash. كويس؟ وما تتابعوه الترابي. لانه الترابي ما تستغرب. دهك مؤتمر شعبي وديا مساكمار وطني وليبيا وغيره. كلهن واحد واحد كويس اسامي مشرك نالكي زاندا. كلهن الله الترابدة خالف يا ناس. طوالب انتقضوك. يا لا لا ما تقول كدياخ. ترابدة زول مفكر ومجدد. لانه الكذا هنا مركبين بوستر كبير وانا مصورة قاعد عندي كويس. بوستر كبير معارف الراحل المغيم. مغيم بتاع وين يا زول? والله الا مغيم في الكفر والضلال. لكن مغيم بتاع شنو? زول بنكر الغران. وزول بقول انا اعلم من الرسول. وزول بنكر ايات صريحة من الغران. دي بقول لا لا ما في كلام زيدا. كويس? راحل شنو? ومغيم بتاع شنو? عشان انت تجد عليك صورة. وضغط شبان الناس المساكين. كويس? هل ما عارفين من هاجك دا? من هاجك دا ما عارفينو. برلوم يجي جديد. الكاذان اللي المو فيو. عندهم غرفة بهناك. انا غايتم سميها غرفة الاشباح. يجيبوا لك واحد. شو كويس? يجي لين فيك يقول لك والله طبعا نحا دارينك تبقى معنا. عشان شنو? تبقى معنا عشان حربة الالحاد. طيب في الحاد اكتر منك تقول غران دا موسيغة? وريني الالحاد اكتر منك دي كيف? كويس? في الحاد اكتر من انو تقول لي تابع حسن البنة. قل بيشكر الصوفية. وبقول هذا الحبيبو مع الاحباب غد حضره فسامح الكل فيما قد مضى وجره. دا قاعد جو اكتاب كيزان. كويس? قال كان بيحضر مع مع الصوفية. عشان تعرف انو الكيزان صوفية ديل تواينس. تيمان. كويس? ديل تيمان سوا. حسن البنة يقول لك انا ماشي للشازالية الحصافية. ماش وين? دا احضر معاون. اها عملتوا شنو? بعد ما يجي مارك. عملتوا شنو? والله طبعا انا كنت بمشليون. وكان عندهم جلسات كويسة. طيب بيكون فابة لي لو معارفة والقيمات. بضربة معاون. ونهايت الجلسة يقوموا فوق كلون. يا مرحبا يا مرحبا. ديلة اللي عندنا هنا. وان كان ديل ما بيختلفوا من ديلك. لانه ديلك بينشروا الكتب عندهم هناك. وبجوال العبطة اللي هنا بوزعوها. كويس? حسن البنة يقول لك بعد ما قمنا الجماعة قالوا هذا الحبيب مع الاحباب غد حضره وسامح الكل فيما غد مضى وجرى. اللي بيسامح الكل. وبيخفر ليون. دا الرسول ولا دا ربنا يا كيزان. دمنا. دي عقيتة الصوفية. ويتة صاحبتهم فيها. كويس? الصوفية الليلة. الليلة دي القاعدين فيها امريكا. القاعدين فيها امريكا. كويس? وامريكا امريكيا معارف جاهزين لها. والتراب يعلمون النشيد داك كويس? في حماكة ربنا امريكيا روسيا غدنا عذابها. طيب جيبوا محمد المنتصر دا بين امريكا. قاعد هناك في شنو? بيخرب عليكم والله تاني ما بيقدر بلاوينة. امشي يقال نساوين امريكا دا هناك بيفتك الشغالة دي فاض مرة. تاني ما بجينا. جيبوه سايك ادي من باب التكتيك الحربي. جيبوه لنا راجع. عشان نمععطو والمنبر الجاي يكون معانا هنا. واقف فيك التاكوس. كويس? لكن عشان تعرف انو الاهداف بتاعة الدنيا ونظرية ميكافيلي الشغالين بات جماعة جوالجامعة دي الغاية تبرر الوسيلة. دي شغالين بها كيزان. شغالين بها المكتبة العلمية. شغالين بها انصارة سنة. شغالين بها الصوفية. شغال بها الشيوعي. المتريسة الجماعة اللي بيجاي ديل. منتدى شعري. والله اي بيلمة البنات. والهوس. والضلال. معاون واحد جوة حافظ غران. من البداية للنهاية. من بدايته لنهايته. لكن عشان بار الضلال. وبدأ يسمع عليهم. وبار الهوى. زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عن ضلال الامة. وانو يخاف الامة. تضل بي سبب النساء. لانو فتنة من اسرائيل كانت في النساء. ديل طوالي عملا لهن سلم. انو النسوان يضللوا بين الناس. كويس? الفرصة ابتاع الحوار النغاش.